اهلا وسهلا فيكم نزيد اليوم نتحدث عن تغذية الاطفال كيف بنقدر انقيم الوزن والطول الطبيعي لاطفالنا وايضا اذا بقدروا اطفالنا يخضعوا الى حمية غذائية خاصة فيهم وغيروا طبعا من المواضيع اللي رح نتحدث فيها مع اخصائية التغذية ربا مشروش اهلا وسهلا فيك ربا اهلا ميز كيف حالك اهلا وسهلا ربا قبل ما نحكي عم نقول للاطفال يعني اعمارهم الفئة العمرية يعني واسعة الى حد ما فقديش احنا هون عم نقول الفئة العمرية لنتحدث عنها اليوم اليوم رح نحكي عن الفئة العمرية من سنتين لثلاثة رح نحكي لهي فوق الثلاثة سنين احنا دايما كل يوم احد ميز عشان اذكر الناس حل احد منحكي ابحاث واحد منحكي تغذية اطفال حلو لانه كتير بيجينا استفسارات عن تغذية الاطفال وقدي حسيت انه هذا موضوع مهم جدا اكيد فاليوم نحكي شوي على الوزن والطول والرجيم والحمية وهيك وهل هي صح ولا لأ خاصة للاطفال لانه في كتير معتقدات مرات بتكون صح ومرات بتكون غلطة لهذه الفئة العمرية فنركز من سنتين شوي رح نطلع للست سبع سنين حلو طيب اذا اول سؤال عندي لوبا دائما هناك يعني العديد من الامهات اللي لما يشوفوا ولادهم بحبوا يقرنوهم باولاد اخرين من ناحية وزنهم طولهم ابني اذا ضمن المعدل اذا من ضمن الوضع الطبيعي فكيف احنا منقدر نقيم حالة الطفل من ناحية الوزن وطوله اذا كان طبيعي هلا ميز في طريقة انه احنا لما نراجع الطفل تعرف في الطفل خاصة اول سنتين ثلاثة بكون بروح عند طبيب الاطفال دايما دايما بييسلوا من لاحظ الوزن والطول وبيصير يقارن انه هل هو نموه طبيعي ولا لا هلا عادة اذا حسين الطفل بهاي الفئة العمرية عم بياكل منوع اكله بشكل عام مش ضروري دايما بقولهم مش ضروري وجبة واحدة ممكن الطفل يأكل الجاجة لحال الرز لحال بس بشكل عام خلال النهار عم بياكل نموه طوله ووزنه طبيعي هيك احنا ما منقل بس عشان اليوم احبيت اوضح لسيدات كيف احنا كاخصائين تغذية كمان الاطباء بيستخدموها او ممكن اي سيدة هلا رح اورجيها اللي منساميهم احنا اللي هو الصورة اللي منستخدم فيها عشان اشرح لكم كيف نقارن الوزن للطول هلا هاي منقدر ننزلها من الانترنت عادي بتقدر يتكتب انتي اللي غرث شارت للاطفال من عمر لكزا هلا رح اوضح في فرق بناتهم وبتقدر الام كمان تستخدمهم عشان هي تشوف وين ابنها بالزبط هلا رح اعطي مثال اوكي تفي عنا صور اوكي نستعرض ان شاء الله تكون واضحة لانه هي فيها ارقام كتير فهي طريقة طبعا هم زي هدول الموجودين قدامنا يمكن ما تكون واضحة بس هلا عشاش رح تكون واضحة اكتر كيف احنا منقدر نقارن الطول بالوزن للاطفال هلا منلاحظ في صورة اوضح بس انا رح اورجي هلا هاي لقدامي في منها للاطفال والاولاد وفي منها للبنات اوكي نعم احنا من نختار مننا نشوف انه هل هي خاصة للاولاد او هاي خاصة للبنات ففي عنا هاي اول واحدة هاي لبنات هاي لبنات نعم وعنا هاي البنات اللي هي عمر اشهر اوكي هلا بتلاحظي هاي الخطوط اللي هي جاي بالنص اعرفت كيف هلا في مكتوب مثلا 50 بالمئة في رقم 50 اذا بنمشي على الخط اللي بالنص الغامق اللي هو خمسين اوكي هلا هلا اذا كان بدنا نشوف اول اشي العمر من تحت بنمشي ونشوف العمر من تحت نعم بنشوف هالعمر الطفل سنة سنتين تلاتة من نقع العمر ومنطلع لفوق لحد ما نشوف وزن الطفل اوكي هلا اذا طلع الخط عند خط الخمسين بالمئة يعني هي ضمن المعدل هذا بالنسبة اذا كان على الوزن هلا هاي تاعت الوزن فيه واحدة لطاعته الطول اذا كان قل من خمسين يعني بكون وزنه اقل من الطبيعي اذا فوق الخمسين طلع لفوق فبكون وزنه اكتر من الطبيعي فهي الخمسين هي المعدل فوق اكتر وتحتها قلب نعم هلا في غيرها هلا في عنا هاي للبنات في منهم للولاد اذا بنقدر نعرضهم بفرق طبعا المعدل بالوزن والثون بين البنت والولاد بفرق بين بنت والولاد نحق اعطي مثال سريع هون يعني مثلا اوكي هلا عنا هاي من عمر سنتين لعشرين سنتين لعشرين سنتين وهي هاي لكمان للبنات هلا هاي لها دخل ايش مكتوب بالطول صح في اشي للطول في اشي هاي للوزن اوكي هلا هاي الوزن فوق عمر سنتين هدي كانت الوزن لقل من سنتين هلا هاي بتقدر تنزلها من الانترنت الام اذا هي حابة او من عند اي اخصائي تغزيم نقدر احنا نعطيهم اياها وبتصير تقارن كل يوم العمر قد يوصل ابنها هل هو اكتر من الطبيعة المنطبيعي نعم نتذكر على الخط الغامق البنص اللي هو خمسين بالمية اللي هو المعدل فوق الخمسين اسمن تحت الخمسين انحف انا هو الاحسن انه يكون عند الخمسين عند المعدل عند المعدل الطبيعي اذا هو الخمسين بزا هالى هذول كتير بيفيدونا كمان للطول نعم يعني مرات احنا كنت انحول wasted home احس في مشكلة يعني في مثلهم كمان للطول بيعطيك انه طول للاسيدة والبنات والطول للأولاد الله ولاد يجين اطفال انه المعدل الطول طبعا الطول بيختلف اذا كان فوق الخمسين يعني هو اطول van om already be the age of ant يكون طويل الولد عادة خاصة إذا أطول شوي إذا كان هأصار يعني يجونا أطفال بالنسبة لمعدل عمرهم يكونوا أقل من الطبيعي فدغري نحول لأطبة نشوف هل هو لازم تحويل لأطبة غداد هل عنده مشكلة هرمونية بهرمون النمو وعادة إحنا هدول الأطفال لما نحس في مشكلة ونحول إذا كان في مشكلة صحية ممكن تتلحق على عمر كتير صغير بكير بالضبط فعادة إحنا هاي بتفيدنا ولما يجينا أطفال إحنا كأخصين تغذية أو حط الأطباء إذا حسوا في إشي دغري وبيحولوا للمختصين عشان هل هي مشكلة صحية هل هي مشكلة هرمونية هل عن جد تغذية الطفل غلط صح ولا غلط ولا في إشي مش طبيعي فهدول منقدر نستخدمهم وبتقدر الأمة تخلي زي هاي الورقة زي ما حكينا بتقدر تنزلها من الإنترنت أو تروح عند أي أخصائية تغذية تقولها بدي أنا الجدول اللي أشوف كيف نمو طفلي لأنه في كتير أمهات بحبوا يعرفوا هل هو صح ولا غلط أدي عم بيزيد فكتير سهلة هي بس بتشوف إيش العمر الطفل وبتطلع لهم بكون عندنا الأوزان أو الطول وبتشوف تمام هل هو خمسين أقل أكتر طيب هلا ربا بحال إنه كان الوزن فيه الوزن أو الطول إذا الأم نزلت هذا التشارت وشافت إنه مش ضمن المعدل إيش لازم تسوي هون هلا بنا نشوف أول إشي إذا تعرض على طبيب تتأكد أول إشي تشوف طبيب الأطفال ويممكن يحول على دكتور هرموني نعم نتأكد إذا هل في مشكلة ولا لا هلا إذا كان مشكلة إنه طفل وزنه أقل من الطبيعي بده يكون فيه مشكلة في التغذية نعم يعني وهاي اللي إحنا دايما من نحكي لأمهات إذا كان العمر الطفل ما بين سنتين لثلاتة وحسينا في مشكلة في نمو الطفل يعني الطبيب حاس إنه وزنه خفيف إحنا حسينا إنه وزنها أو وزنه خفيف هم في مشكلة في الأكل إنه الطفل ما عم بياخد جميع احتياجاته صح عادة لما يجينا أو سيدات أو أمهات بيجيبونا أنا مبارح شفت بنت كان عمرها تقريبا شي عشر سنين الأم خايفة عليها لأنه كان عندها زيادة شوي ثلاثة كيلو بس حسيتها إنها كبرت شوي أو بلغت شوي أبكر كان إشي كتير طبيعي يعني إحنا بإستخدام هاي الجداول وشوي مع الحديث مع الأم كان مشكلتها بقلة الحركة كان مشكلتها إنه باختيار أنواع الأغذية بس إحنا لما نعمل تحليل الجسم بينا عنا إنه عضل عندها كتير قليل وهاي اللي عم نشوفها كتير عند الأطفال خاصة أطفال بهذا الجيل بهذا الوقت اللي إحنا فيه يعني يمكن لما نرجع على أيام أجدادنا أو أبهاتنا اللي كانوا كل الحركة بره بتحسي في عندها نسبة عضل أنا اللي عم بلاحظه من اللي عم بشوفه إنه معظم الأطفال خاصة إذا بيجوا عندهم مشكلة معينة ونيجي نعمل التحليل معظم الأطفال إذا كان عندهم حتى سمنة نيجي نقيس نسبة العضل من لاقي نسبة العضل أليلة وعندها دهون عالية معظم الأطفال عم بيقضوا أوقات كتير طويلة أعدلين واختيارهم للأغذية إنه اللي عم تأدي لهم للسمنة مع هالقعدة بنفس الوقت ما فيه شي غزاء يعني ما عنده سمين أو سمينة أو عندها زيادة وزن ولكن منحس فيه مشكلة في نسبة العضل هذا بدل إنه تغذيتها خاطئة جداً عم تأكل كتير أغذية عم بتأدي سكر أو دهون ولكن ما بتعطينا مثلاً صحة ما عم تبني قدرة عضلية حتى ذهنية عند الأطفال فهذا اللي بنركز عليه بعرف إنه إحنا بعصر يعني كلنا كأمهات هلا أكيد إن شاء الله لما يكبر شاهر ميز بحس تدخلي معنا بهذا الصراع إنه إحنا أطفالنا مع هالتكنولوجيا بنفس الوقت طيب ننحافظ على صحتهم ننوازن آه فبحس إنه هو الأمهات بهذا الوقت عم بيعانوا من هاي المشكلة طيب هلا إحنا عم نقول لربا يعني من عمر سنتين سواء كان في الوزن إذا عم نحكي أقل من المعدل الطبيعي أو مثلاً الوزن زايد بسبب السمنة أو إذا عم نقول أقل من المعدل الطبيعي يعني ما فيه مشاكل بالغداد ما فيه مشاكل بالهرمونات هو بس سوء تغذية أو خطأ بكيفية التغذية هل الطفل بهاي الحالة اللي عمره سنتين أو ثلاثة سنين بيقدر إنه يخضع لحمية سواء لزيادة الوزن أو لتخفيض الوزن هلا سنتين لتلاتة منه نحتم لنوعية الأكل يعني مش إنه نعمل لهم حمية يعني سنتين لتلاتة كتير صعب ولكن تحتم الإم إذا حست إنه طفلها ما عم بياكل صح هلا إشي طبيعي مايز بعد السنتين شوية ممكن الأطفال يدخلوا بمرحلة اللي هو البيكي إيترز أو إنه ما بياكلوا كتير منيح أو كتير بنقوا على الأكل إشي كتير طبيعي بس إحنا بنحاول نعمل ها التوازن بس إذا حسينا إنه الطفل عن جد ما عم بياكل يعني بمرق أيام ما بياكل فواكه أو بمرق أيام ما بياكل خضرة أو منحس عم بنقرش على أشياء غير صحية هون بدأت توقف الأم وتحكي لا إنه أنا لازم أغير البيئة المحيطة عشان أقدر أركز على هذا الطفل هلا فوق التلت سنين أربعة سنين مش بنعملهم حمية بنعملهم تنظيم لنوعيات الأكل يعني بيجينا أطفال ست سنين سبع سنين اللي هو مثلا طفل بده ألف واربعمية أو ألف وخمسمية نفس هاي السعرات من أسمها أكل صحي يعني ما منقلل ها أكل من الطبيعي النوعية بالزبط ودايما بقولهم أنا الأطفال دائما ما نقارنهم بناس كبار الأطفال إذا نزل بالشهر كيلو اتنين كيلو اتحسن صحته هذا طبيعي يعني مرات الأمهات بيجوا مثلا خاصة إذا كان عندها طفل بيعاني من السمنة بتحسينهم شوي مضغوطين أو متدايقين ومدين حاف أسرع فما بصي نضغط عليهم من ناحية كمية الوزن ولكن ركز عن نوعية الشكل الصحة اللي عم بتصير وشوي شوي نمشي فيها تدريجية يعني قديش الأطفال بتأثروا بصير في عندهم ردة فعل سريعة يعني إذا جبرتها على الأكل بصير يكره الأكل إذا الأم كانت متنشنة أو نفسيتها معصبة وهي عم بالطعم حكينا مرة بهذا الموضوع قديش برضو الأم لازم تتعامل مع طفلها بموضوع الأكل وتكون صبورة كتير يعني أنا بحكي ميز إذا فيه عندنا طفل عنده سمنة بالعيلة هذا بدي يكون مش مجهود بس هو يحلى حاله يعمل حمية أو تنظيم لزاء بدي يكون كل العيلة من ناحية الدعم النفسي من ناحية نوعية الأكل اللي إحنا منها كلها اللي بتأثر على طفلنا شو منجيب على البيت يعني أنت بدك تتحكمي كأم بهاي الأشياء اللي حواليك يعشان تقدري تفيده طفلك لما نعملهم ككبار كتير صعب طيب إذا بنا نحكي عن الحصص الغذائية اللي بيحتاجوها الأطفال عم تقولي تقريباً معدل 1400 سوء على حسب الاحتياجات حسب الاحتياجات طبعاً فإيش هي الحصص الغذائية اللي بيحتاجوها أطفالنا؟ هلأ رح نحكي من سنتين لتلاتة بمجموعة الحليب عادة الحصة الواحدة بتختلف عن الكبار يعني من سنتين لتلاتة نص كوب من هذا الحليب يعتبر حصة واحدة يعني تقريباً 120-140 ملي فهو الطفل بده ياخد من حصص الألبان تقريباً من أربعة لخمسة من عمر سنتين لثلت سنين يعني من أربعة حصص أربعة لخمسة يعني ما يعادل كوبين زي هدول ونص أو كوبين يكون أخذ احتياجاته من ناحية كالسيوم وفيتامين دي وما أثر على امتصاص الحديد يعني ما يكون الحليب زيادة عن اللزوم هلأ إحنا هون لسه إحنا ما عم نحكي ولا عن لبنة ولا عن جبنة عم نحكي على كمية حليب حليب بذل لأن الجبنة والبيض نعتبرهم من البروتينات فإحنا منحكي من عمر سنتين لثلاثة أربعة لخمسة إذا كان فوق الثلاثة سنين بتصير من ثلاثة لأربعة يعني بس بتكون الحص أكبر مش نس كوب من تقريباً ثلاثة أربعة لكوب هلأ ننتقل للكم بس أنا جبت معلقة عشان أوضح هلأ إذا في عنا روز نشويات لأ هذا الصحن هلأ فكر جوا أصفر في إشي زيت فيه هلأ هذا الصحن كتير بيساعدنا لكمية الأكل اللي بنقدر نحطها للطفل هلأ من عمر سنتين لثلاثة كهذا الصحن إذا حطينا ثلاث معالق من روز فريكة معكرونة يعتبر كافي ثلاث ملاق اللي هي حصة واحدة هو تقريباً من النشويات بده ثلاث حصص يعني إذا أكل ثلاث معالق بهاي المعلقة من الرز على وجبة الغداء وأكل واحد توست أو نصر غيف الصبح ونصر غيف المساء أو شوية كورنفليكس أو حبوب إفطار بهذا الصحن ثلاث مرات يعني على فطور غدا عشان أخذ حصصه فالحصص شوي أصغر ككمية للأطفال وأنا أخذها قاعدة ثلاث معالق كافية إذا الطفل بده كمان نحط له يعني نخلي الطفل يقولك أنا جوعان أنا بدي كمان عشان أول إشي إحنا منحس مرتاحين كأم وتاني إشي إحنا منكون عارفين احتياجات الطفل فأنا أخذها قاعدة ثلاث معالق حصة بكل وجبة فريكة ماكرونة خاصة على وجبة الغداء حلو تمام هلأ نيجي للخضار والفواكه مجتمعين تقريبا ثلاث لأربع حبات من خضار والفواكه يعتبر كافي للأطفال من عمر سنتين لثلاث سنين ثلاث أربع حبات بين خضار والفواكه مع بعض إذا وصلت لخمسة كتير مني بس الحصة بتختلف إذا نيجي لخضرة مطبوخة يعني مثلا إحنا منحكي دايما نص كوب من الخضار المطبوخة للكبار حصة واحدة مثلا طبخين ملوخية بعمية فصولية هاي ناخد ثلاث معالق كبيرة برضه منرجع لماداء المعلقة أطعنا للطفل في عنا هون خيارتين حجمين الحجم اللي صغير زي هيك مثلا من سنتين لثلاثة حصة هاي شوي تعتبر أكبر يعني إذا الطفل أكل حجم الكبير يعني يعتبر أخذ أكتر شوي من الخضار فإحنا بنحكي لعمر سنتين لثلاثة الحجم الصغير إذا أكبر مقدر نقطع لهم أي خضار تاني بس إذا أكل الطفل بمعدل خضرة مطبوخة أكل شوي مثلا خيار مقطع الصبح وشوي تجزل بالليل يعتبر كتير منيح أو أي نوع خضار تاني الفواكه نصف مثلا هاي حبة التفاحة كبيرة حبات الصغار الأصغر شوي تعتبر حصة واحدة أو نص حبة مثلا نص حبة منغة نص حبة تفاحة هاي حصة واحدة يعني إذا أكل موز صغير الصبح ونص تفاحة هاي منيح من عمر سنتين لثلاثة إذا أكل مثلا عنا بشي كمشة مثلا ست سبع حبات وأكل موز صغيري أخد كفايته بس هون الشطرة شوي الأمة تحاول تنوع بأنواع الفواكه عصير إذا بنا نحاول نقدم يكون عصير طبيعي كوكتيل من عصائر يعني إذا تكون شوي ما بدأ تشد نفس الوقت تحاول تفكر إيش تقدر تخدم كيف تدخل الأكل برضو بطريقة ذكية يعني على الغداء الخضرة بيكون هون أخد كفايته خصوصا زي ما حكينا فيه هناك كتير من الأطفال الأهل بيكون كتير عندهم مشاكل إنه كيف مثلا إذا بتعطيها تفاحة زي ما هي ما بيأكلها إذا بتعطيها بشكل آخر ممكن فيه ناس بحبوها مهروسة شوي أو قطعة صغيرة يعني نكون شوي بهذا الموضوع من تبهين طيب ربا معلومات كتير مهمة اليوم اللي قدمت لنا إياها شكرا إليك كتير شكرا إليك شكرا إليك شكرا للمتابعة ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل شي جديد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة